وفي طار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مع المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لسيما تلك المتعلقة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالمنظمة الأمم المتحدة كما تحدث عطاف مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني حيث جدد له دعم الجزائر المستمر للوكالة ودورها الذي لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين عطاف تحدث أيضا مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند حيث أكد الطرفان حتمية التعجيل بتوفير الشروط الكفيلة بإحياء مسار السلام وفقا لشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف